أهلا بحضرتكم مرة تانية من بعد الفاصل أثناء افتتاحات مشروعات مصر الرقمية اللي شهدها سيدة الرئيس عبدالفتاح السيسي مبارح تمت الإشارة لمشروع مايكانت الامتحانات لكل كليات القطاع الصحي مش بنتكلم بس عن كليات الطب لا بنتكلم عن كليات الأسنان الصيدلة العلاج الطبيعي التمريد طيب إيه الدفع اللي خلانا نمشي على منهجية مايكانت الامتحانات وإمتى هنقدر نحقق المعادلة المكتملة في مايكانت جمعتنا وكلياتنا في مصر أسئلة في الحقيقة كتيرة جداً بتدور في خاطرنا هنجاوب أو هنجاوب عنها النهاردة ضفنا اللي بنوارنا في الستوديو الدكتور هشام فاروق مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي للتحول الرقمي بنصبح على حضرتك نهارنا في صباح الخير يا مصر أعلم حضرتك صباح الخير صباح أعلم حضرتك يعني عرفنا مبارح أثناء المؤتمر أن السيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي صدق على 11 مليار جنيه للتحول الرقمي في الجماعات المصرية يعني حتاك شايف إزاي الخطوة دي لكن في البداية عشان أنا قبل الهواء اتسألت يعني أصلاً تحول الرقمي فعايزين نبسط للناس المعلومة دي يعني إيه تحول رقمي والناس بس تفرج علينا لقينا كل شوية بنقول التحول الرقمي فيعني إيه وقد إيه مفيد للمواطنين تمام السلام عليكم الرحيم التحول الرقمي هي عملية مستمرة ملهاش بداية أو نهاية إحنا في الآخر الهدف دايماً تكنولوجيا المعلومات والاتصالات دايماً بنقول إن إحنا أداة وليست هي الغاية هي وسيلة لمرحلة أعلى المرحلة أعلى إن إحنا نقدم خدمات للمواطنين أي كان بقى أنواعهم الطلبة أو مواطنين عاديين إخواتنا وأبنائنا على مستوى الجمهورية أو العاملين بالجهاز الحكومي أو الجهاز الإداري أو القطاع الخاص بطرق سهلة وسريعة وآمنة وغير مكلفة فالتحول الرقمي هو خطوة في سبيل هذا الهدف أن يبقى عندنا تأدية الخدمات المختلفة بطرق أسرع فالرقمانة هي خطوة من خطوات التحول الرقمي التحول الميكانة خطوة من خطوات التحول الرقمي لكن في الآخر في طابقة كده من الطبيقات بتيجي تشتغل على ما تم ميكانت وهو ده بتبقى القيمة يعني ليس بنتوقف على أننا ربطنا الجامعات بخطوة شبكات لكن في بقى تطبيقات بتشتغل على هذه الشبكات هي دي اللي بتوصل الخدمات لأي أن كان نوعها زي ما ممكن ندخل في تفاصيل فيها شوي لازم هي كذا مرحلة ومرحلة مستمرة لغاية ما نوصل إن شاء الله للهدف أن تبقى عندنا ما يكان كاملة أو مرحلة كاملة من الربط المتكامل يعني نقدر نقول باختصار شديد كده هو إصال الخدمة من المنتج اللي هي الحكومة ممثل في الحكومة للمستهلك اللي هو المواطن من خلال الإنترنت ودعم بقى للورقيات والمرسلات الورقية والطوابير وخلافه يعني من الروتين الحكومي عاوز أعرف أهمية التحول الرقمي في إنهاء الفساد اللي كان متوغل لسنوات طويلة في قطاع الحكومة اللي يمكن هو ده الجزء الأساسي بقى فيه كمان تمام تمام التحول الرقمي أو الميكانة هتفيد طبعا بصورة ضخمة جدا في موضوع إنهاء الفساد والدرج المفتوح وهذه المسميات اللي كانت بتطلق على التحايل على الخطوات الإدارية أو أن يبقى فيه تكسب من أداء بعض الخدمات يعني هأدي الحاجة مثال في الاختبارات مثلا زي ما احنا موضوعنا من موضوعات الورقسية اللي معالي وزير تكلم عليها مبارح الاختبارات عندنا دراسة جدوى بتقارن ما بين أداء الاختبارات بالطرق التقليدية طالبا كانت بتقعد في خيم والجامعات عشان الأعداد بتتكلف إنشاء قاعات امتحانات في الصلاة بتاعة الجامعات وتفرش ترابيزات وطباعة أوراق بالملايين وبعدين كنترولات وبعدين أخطاء كمان في الرصد والتصحيح وتكاليف عملية الطباعة وفيه هدر في الرسورس ما كانت الاختبارات يعني قضت على جزء كبير من هذه المصاريف نتيجة إن بقى فيه بنية تحتية ونظام إلكتروني لتنفيذ هذه الاختبارات فكمان عملت تحسين في مستوى الأداء وتسريع في عملية الاختبار بصفة عامة وموضوع القضاء برضو على الفساد أو مناخدها من الناحية الإيجابية اللي هو اختصار مدة دورة العمل الورقية فيما يكاد مثلا عملناها داخل الوزارة لنظام المرسلات الداخلية ما بيننا وما بين يعني معالي الوزير وتكلفاته لفريق العمل القيادات التحتية والمنفذين ما يكانت تبادل التكليفات والمرسلات داخلية جوى الوزارة ممكن بيختصر الوقت من المرسلة ممكن لو تاخد 8 يام عمل ما بتتنقل بتاخد يومين 2 وبعدين بيتم كمان نظام متابعة وتقييم لمستويات الأداء للقائمين على العمل فكرة في الامتحانات هو كبسة زر أصبح الامتحان موجود عند كل الطالبة بالرقم السر الخاص بكل طالب فإزاي بقى التحول الكبير اللي حصل في فكرة ما يكانت الامتحانات تحديدة لأن السيد الرئيس عبدالفتح السيسي مبارح أثناء حديث معالي الوزير خالد عبدالغفار صرح سيد الرئيس قال إن في 11 مليار تم تخصصهم لهذا الجزء تحديد ما يكانت الاختبارات هو ابتدت الفكرة بكليات القطاع الصحي هي الجامعات المصرية يعني من خلال مجلسة أعلى للجامعات ووحدة الخدمات الإلكترونية المعرفية من مجلسة أعلى للجامعات ووحدة تحاول الرقمي بالوزارة بتنفذ مشتركين مع بعض مشاريع وحدة تطويل مشاريعات ومثلت كائنات جوه الوزارة بتشتغل في التحاول الرقمي من خلال هذه الكائنات بنبص على الجامعات المصرية وال27 جامعة حكومية نحن عندنا مؤسسات تعليمية بكاتيجرز محاول مختلفة فيه جامعات حكومية 27 جامعة جامعات خاصة وأهلية جامعات خاصة في حدوث 23 جامعات أهلية شغالة دلوقتي لها الأربع الأهلية وعندنا جامعات تكنولوجية فيه ثلاث جامعات تكنولوجية وفيه 11 جامع أهلية دخلين إن شاء الله سنة جديدة وست جامعات تكنولوجية أخرى وعندنا جامعات فروع لجامعات أجنبية وعندنا جامعات بطبع خاصة الجامعة اليابانية والجامعات الأهلية زي الفرنسية وزويل وخلافه وعندنا مؤسسات تعليمية كتير جدا وعندنا معاهد برضو خاصة ومعاهد حكومية في أنواع مختلفة من المؤسسات تعليمية لو رحنا لقطاع الحكومي 27 جامعة حكومية جواهم حوالي 516 كلي بحوالي 2.2 مليون طالب للجامعات الحكومية فقط هو الإجمالية طالبة في التعليم العالي في حدود 3 مليون طالب الفكرة بدأت بتكليف من فخامة الرئيس ومعاهي الوزير أن نبدأ بكليات قطاع الطبي كنموذج لتطبيق الاختبارات الإلكترونية دول عددهم حوالي 73 كليا من 516 دول وأننا نقدم الاختبارات لكليات الطب والأسنان والألاج الطبيعي والصيدلة زي ما حضراتك وتفضلته الفكرة جاءت إزاي؟ نحن عندنا 73 كليا دول منتشرين في الجامعات لو تبصتوا على الخريطة منتشر في جامعات مصر فاتبنت الفكرة أن نبني شبكة إلكترونية خاصة غير مفتوحة على الإنترنت موجودة تربط مركز اختبارات رئيسي بمراكز اختبارات فرعية داخل الجامعات ومعامل اختبارات معامل الاختبارات أجهزة أجهزة مبنية على مبدأ أن ما فيش كمبيوتر هو عندي شاشة وكيبورد والامتحان موجود على مركز الاختبارات الرئيسي بينزل مركز الاختبارات الرئيسي لما يبدأ الامتحان يبدأ يشتغل على أجهزة الطلبة اللي هي اسمها Think Client يعني مش جهاز متكامل جهاز في صورة مصغرة بدون تقريبا وجود هاردسك كامل أو يعني خزان رئيسي زي الأجهزة العادية فعندنا بنوك أسئلة وعندنا نظم للتصحيح الإلكتروني وعندنا شركات بتقدم هذه الخدمة من أداء الاختبارات في الصورة الإلكترونية اللي فيها أي أن كان بقى أنواع الأسئلة أسئلة اختيار من متعدد أو أسئلة مقالية هي دي مراحل ما كانت الامتحانات ولا حاجة تانية هي هي دي فدي بنوك الأسئلة الخبراء في كل تخصص بيبنوا بنك أسئلة بنك أسئلة خاصة بكل تخصص الامتحان بينزل فيه سهنا بيحط أسئلة ونماذج أجودة أصبحت عندي النتيجة وقتية بالضبط كده وكمان الأسئلة بتبقى متنوعة في درجات الصعوبة ولازم كمان برضو من ناحية التعليمية بتخدم مخرجات التعلم العائل أوز إننا الأسئلة دي إزاي بقيس بيها استيعاب الطلبة للمادة العلمية اللي تحطط لهم على مدار السنة فهي مش مجرد بنوك أسئلة لا فيها قواعد إزاي أبني بنك أسئلة والامتحان لما بيجي يتعمله توليد بيختار مجموعات من الأسئلة ومجموعات بصورة عشوائية بحيث إن الطلبة وهي قعدة في الاختبار كل واحد شايف يمتحان غير التاني في ترتيب الأسئلة بتاعتها بس طبعا وملمة بالمنهج كله في الأسئلة وملمة بالمنهج وبيقيس مدى استيعابه دي مهمة جدا مش مجرد للامتحان فقط إيه الإجابيات اللي احنا قدرنا نطلع بيها مما كانت الامتحانات دلوقتي بقى فيه سرعة أداء العملية التعليمية ممكن نتيجة ما مش هتاخد بقى أسابيع في أن أنا أخلصها وأن أنا أصلحها والكنترولات والظروف الصعبة في ساعتها بتحسن في سكور لاحظي تصحيح الإلكتروني في بعض الأسئلة طبعا زي كليات فنية زي الرسم والكليات الهندسية والأمارة وبعض التخصصات الطبية ممكن ما يبقاش لها المكافئ بتاعها من الاختبارات الإلكترونية بس معظم الاختبارات يمكن وضعها لهذا نظام الإلكتروني النظام الإلكتروني هو فيه جزء كان المعامل الاختبارات اللي حكيت لحضراتكم عليها الأكتر في الثلاثة وسبعين كلية دول إحنا قريدي يعني زي ما معالي الوزير تفضل مبارح قريدي يعني كليات قطاع الطبي خلاص بتشتغل يعني وآخر جماعتين كانوا نتيجة إنهما كانوا تحت الإنشاءات خلاص هيدخلوا على الشهر ثمانيا اللي جاي فبقى عندنا منظومة متكاملة مربوطة مع الجامعات ببعضها ومعزولة عن الإنترنت لتأمين نظام الامتحانات ومنعا للاختراقات اللي ممكن تتم من بره الوزارة بتتبنى مع الكينات اللي جواهة الوزارة اللي حكيت حضركم عليها وبالتعاون مع وزارة الاتصالات إن إحنا يتم تأسيس نظام موحد ومتكامل لنظام الاختبارات وإن الوزارة هي اللي بتتولى وضع التخطيط للنظام الموحد ده والجامعات بتنشئ البنية تحتها من تجهيز المعامل والتكيفات والمروح والوقعات الاختبارات الذاتية نفسها جوا الجامعات الوزارة متبنية المشروعة بحوالي 4 و 7 من 10 مليار جنيه والباقي أو في المرحلة الكليات الطبي كانت مليار و 1 من 10 والباقي داخل كمان في مرحلة استكمال بقية الكليات في بقية التخصصات وصلنا لكم في المية؟ أصلا سؤال يمكن هو مزدوك شوية معدلات إنجاز بقى معدلات الإنجاز وصلنا لكم في المية لأن مبارح اتفاجئنا أن تم الانتهاء من نسبة كبيرة أو نسبة كبيرة جدا من المستشفىات الجماعية تحديدا أو المرحلة الأولى منها المرحلة الأولى دي بتقدر لو هنقدر نقولها أرقام كم مستشفى وماذا استقبال الطلبة لهذا النوع من الامتحانات لأن إحنا شفنا أثناء التعليم المتوسط شفنا فكرة الأهالي ولأ وإزاي ومش بنتعامل مع الإنترنت وده بيقع وكلام ده كل إحنا هنا بنتكلم على طلبة أكثر نتجل أكثر ثقافة إزاي بيتعاملوا أو استوعبوا فكرة التغير من الورقي للإلكتروني ده حاجة سؤال خطير جدا حضرتك عشان إحنا يعني الحقيقة في الوزارة ما بنتلعش إعلاميا غير لما بتبقى الحاجة اشتغلت وجربت ونقول لأهالينا وإخواتنا وده دورنا أن الناس يعني الشعب والإخواتنا في مصر يعرفوا المجودات اللي الحكومة بتقوم بيها فبنكون أعطعنا شرط ونفزنا وطلعنا نتائج من التجربة أصلا فإحنا بقلنا في الاختبارات الإلكترونية يمكن سنة ونصف شغالين فيها وبقى عايز أقول حركة على الكيرف المنحنة اللي تمت فيه الكليات إحنا عندنا قائمة انتظار من الكليات اللي عايزة تدخل المنظومة والطلبة وعضاء التدريس بيتهفتوا على استخدام منظومة الاختبارات الإلكترونية غير بقى يا دكتور خلاص يعني حققنا نجاح الحمد لله فإحنا الحمد لله فيه تكامل وفيه إقبال شديد إحنا يعني هما بيشتكونا إن إحنا مأخورونا هم في التدريس كليات بقى كمان وخاصة أن الكليات اللي فيها الأعداد الكبيرة لأن دي بتبقى حملة على أعضاء التدريس وإدارة الجامعة زي كلية الأداب والحقوق والتجارة هما طبعا ده مفيد لهم جدا ألاف الطلبة دي محطوطين في الخطة كمان إن هما ينضموا طبعا دي جزء من المنظومة الكبيرة اللي بتخش وبالفعل يعني تم تجربة تخصصات أخرى على المنظومة لما بيبقى فيه سعة في مواعيد جداول الامتحانات تم تجربة تخصصات أخرى على نفس المنظومة نتيجة إن إحنا طالما فيه الموارد متاحة لاستخدام كليات أخرى بنتاحة إحنا كان فيه دايما كانت الجابهة الأخرى اللي بتهاجم أحيانا بعض المشروع يقول لك أنتم بتشتروا أجهزة وشبكات بالمليارات عشان تستخدم مرتين في السنة صحيح فأنا بقول لك أن عندنا قائمة انتظار لأداء الامتحانات وعندنا خطة لاستغلال الأجهزة أصلا كمان على مدار السنة في اختبارات شهادات تحول رقمي فيه شهادة المجلس الأعلى للجماعات عاملة تحول رقمي فيه اختبارات مزاولة المهنة يعني على مدار السنة هيبقى فيه استغلال لدي المعامل إلى جانب في المرحلة الثانية تطورنا الفكر وعدلنا نسبة تصميم المشروع من أنها كانت جهاز لكل تسعة طلبة نتيجة أن الطلبة تمتحن سبت وثلاث حد واربع اثنين وخميس على مرتين في اليوم لأننا نموذج بتاع الاختبارات الإلكترونية اختصر مدة الانتحان بدل ما كنت باعه ده كتب ثلاث ساعات نفس الجرعة من الأسئلة ممكن هعملها في ساعتين فممكن النسبة نزلت أننا ممكن أعمل ثلاث متحنات في اليوم ومش اتنين وأننا نعملهم على يومين أو ثلاث ايام فبقت واحد لتسعة فكل تسعة طلبة أو كتلة تسعة متحنات محتاجين جهاز واحد فبقى عندنا حوالي أربعين ألف جهاز في المرحلة الأولى المرحلة التانية للكوليات الطبي المرحلة التانية طورنا النسبة شوية وبقت واحد لستة عشر فده اختصر لنا التكلفة المطلوبة بنسبة 37% من عدد الأجهزة نزلنا بها بسبب تطوير في الأداء إلى جانب بالتجربة الأولية لما قيمناها عشان ندخل في المرحلة التانية فبقى فيه ممكن لا ننشئ جهاء معمل كامل مخصص الاختبارات وقاعة مغلقة لمخصص الاختبارات يعني فيه جامعات أنشاءة مباني مخصوصة اللي عندها ساعة في الأراضي والمباني ممكن تتحول لمراكز الاختبارات بقى عندنا فكر أن احنا نستغل زي ما كانت الطلبة بتمتحن في المدرجات نفرش الأجهزة ساعة الامتحاد وساعة الامتحانات ويحصل تجميع للأجهزة بعد كده فبقى عندنا فكر أن يبقى فيه كمان أجهزة محمولة بيتم توزيعها في قاعات الاختبارات ساعة الامتحانات ويتم تجميع تاني في الفترات العادية ده ساهم بكتير جدا أنها توفر في التكلفة المطلوبة للمشروع نتيجة المشبانشة مبنى من الأول وكمان سرعة أداء هذه الخدمة يمكن مجهود كبير الهدف الأول والأخير فيه هو التسهيل على الطلبة التسهيل على المواطن في أداء الامتحانات وسرعة معرفة النتيجة دي حاجة مهمة جدا لأننا كنا بنعاني من الموضوع ده لا لسه أسبوع لا في مشاكل في الكنترولات زي ما حاكولت فهي دي فكرة التحول الرقبي اللي احنا بنقول عليه بمنتهى الاختصار يعني والبساطة دكتور هشام فاروق مساعد وزير التعليم العالي والبحث الألمي من أشكر الحياة الفندي معنا وجودك معنا في صباحك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة